بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في درسنا لهذا اليوم في مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية أسعد وأتشرف بتواجدي من خلالي معكم الأستاذ محمد بن أحمد الناصر بإذن الله تعالى حديثنا موجه للصف الثالث التأهيل الفصل الدراسي الثاني وعنوان درسنا لهذا اليوم إثراءات الجزء الرابع تعليماتها ما يجب علينا الالتزام بها أولا اختيار المكان المناسب للتعلم ثانيا أجهز كتابي وأدواتي المدرسية ثالثا أتابع الدرس بتركيز حتى انتهاء الوقت المخصص إذن يا أبطال من المهم جدا لا ننسى أن أستمر في مشاهدة هذا الدرس حتى الوصول إلى نهايته لا تتوقف لا تنشغل بأي شيء حتى تكمل هذا الدرس إلى نهايته كذلك من المهم جدا أن يكون الكتاب والقلم موجودة لديك ولا ننسى يا أبطال أن يكون المكان مناسب للتعلم يعني جلسة هادئة ومريحة بعيدة عن الأجهزة الإلكترونية مثل الجوال والأيباد والتلفاز بعيد كذلك عن الألعاب المختلفة الكور والعرائس والدماء والسيارات كلها تكون بعيدة عني حتى أستطيع التركيز أثناء الدرس اتفقنا على هذه التعليمات يا أبطال إذن لنبدأ على بركة الله تأكدوا من غلاف الكتاب لديكم بهذا الشكل كتاب الطالب والأنشطة لمعاهد وبرامج التربية الفكرية الصف الثالث التأهيلي الفصول الدراسية الثلاثة يتوقع منك عزيزي الطالب في هذا الدرس أن يعرف الطالب والطالبة الطهارة بشكل صحيح أن يبين الطالب والطالبة عظمة نعمة الماء قدر الإمكان أن يعرف الطالب والطالبة النجاسة بشكل صحيح الدرس الخامس عشر وصلنا أثناء مراجعتنا لدروس هذا الفصل الدرس الخامس عشر الطهارة بالإمكان متابعة كذلك إذا لم يكن لديك الكتاب عبر رابط الدرس الرقمي من خلال تصوير هذا البر كود ويتوجه بك مباشرة إلى الدرس صفحة الدرس هي الصفحة رقم 88 من خلالها نتعلم هذا الدرس والذي هو درس الطهارة من خلال الصفحة رقم 88 ما الطهارة؟ من خلال ما تعلمنا يا أبطال الطهارة هي رفع الحدث و إزالة النجاسة الطهارة هي رفع الحدث و إزالة النجاسة الطهارة دائما يجب علي أن أرفع الحدث بمعنى لو ذهبت إلى الحمام أجلكم الله ذهبت للبول أو الغائط فإنه يجب علي أن أرفع هذا الحدث بالوضوء و أتوضى و كذلك يجب علي أن أزيل النجاسة أن أزيل النجاسة في بدني و في ملابسي و أماكن كذلك صلاتي كلها يجب أن تكون طاهرة إذن هذه هي الطهارة و أشرنا إليها و تعلمناها و كيف تكون هذه الطهارة أنا عندما ذهبت إلى الحمام جل لكم الله ثم قمت بالغسيل و تنظيف نفسي و تطهير نفسي كل ذلك كان بماذا؟ كل ذلك كان بالماء إذن أتذكر أن هذا الماء نعمة عظيمة من الله سبحانه و تعالى أنا أحتاج في كل شيء هذا الماء هي نعمة عظيمة متيسر لي الحصول عليها بكل يسر و سهولة و لكن يجب أن أتذكر أن أشكر الله سبحانه و تعالى أن يسر لي هذه النعمة في الله الرزاق و الرازق هو الذي يسر لي الحصول عليها إذن نعمة الماء الماء من أعظم النعم التي أنعم الله بها علينا و هو مادة الحياة قال تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيْءٍ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ إذن الماء هو من أعظم النعم التي أنعم الله سبحانه و تعالى بها علينا إذن يجب علي أن أشكر الله سبحانه و تعالى المنعم الذي أنعم عليه بهذا الماء الذي هو مادة الحياة و قال الله سبحانه و تعالى وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيَّ هذا الماء هو نعمة من الله سبحانه و تعالى حتى و إن تيسر لنا الحصول عليها و استخدامها بكل يسر و سهولة و بساطة بمختلف أشكالها الماء الذي نشرب الماء الذي نستحم به و نتروش فيه كل الماء الماء الذي نسقي فيه كل ما حولنا يحتاج إلى هذا الماء الحيوان و الإنسان فهي نعمة عظيمة من الله سبحانه و تعالى هو الذي أوجدها و يسرها لنا فنشكر الله سبحانه و تعالى دائما على هذه النعمة يجب علي دائما أن أتذكر فضل الله سبحانه و تعالى بهذه النعمة و أحترمها و لا أسرف في استخدام الماء كذلك قاعدة الأصل في المياه الطهارة ما لم تثبت نجاستها إذا كان عند الإنسان ماء طهور ثم حصل لهذا الماء تغير لا يدري سببه فشك هل هذا الماء لا يزال طهورا أو أنه صار نجسا فحكم هذا الماء أنه باق على أصله و هو الطهورية يعني يا أبطال من المهم جدا دائما لدينا الماء مثلا عندما نشاهد هذا الماء الأساس لدي أن هذا الماء هو طاهر تم الشكل ما تغير ولا اللون ولا الرائحة حتى لو جيت مثلا بعد فترة و أنا ما أشوف حصلت أن الماء مفتوح مثلا هل أتوقع أنه جاء أقول لا ممكن هذا جاء في نجاسة أو جاء في شيء أو جت في وصاخة لا الأصل دائما أشوف هذا الماء نظيف و طاهر لم تتغير رائحته ولا لونه ولا طعمه فأنه بهذه الحالة يكون طاهر و مطاهر كذلك لغيره فهذا الماء إذن الأساس فيه أنه طاهر الطهورية يعني أنه عادي أشرب و أنظف فيه الأشياء إذا أتسخت من خلال هذا الماء هذا هو الذي نقصده بالماء أنه طاهر و الأصل فيه الطهارة و الأصل فيه الطهارة إذن دائما يا الطال أتذكر أن هذا الماء نعمة عظيمة من الله و الأصل فيه الطهارة و أن لا أسرف في استخدامي لهذا الماء الذي هو من نعم الله سبحانه و تعالى العظيمة بعد ذلك تعلمنا في الدرس السادس عشر أحكام النجاسة و يمكنك التوجه للدرس من خلال رابط الدرس الرقمي من خلال تصوير هذا البر كود و صفحة الدرس هي الصفحة رقم 94 تعلمنا أحكام النجاسة و ذكرنا أن النجاسة هي أشياء مستقدرة شرعا تمنع من صحة الصلاة و نحوها هي أشياء مستقدرة شرعا تمنع من صحة الصلاة و نحوها يعني بعض الأشياء المستقدرة شرعا و حتى حسا هي مستقدرة تمنع من صحة الصلاة و نحوها مثل الطواف في العمرة و قراءة القرآن الكريم فيجب علي دائما إزالة هذه النجاسة مثل إذا ذهبنا إلى الحمام جلكم الله لبول أو غائط فإنه يجب علي أن أنظف جسدي ملابسي إذا أتى هذا الشيء كذلك فيجب علي أن أقوم بتنظيفها و وضع ملابسي في سلة غسيل ملابس ليقوم أهلي بعد ذلك بغسلها و إزالة هذه النجاسة فيجب علي دائما أن أحرص نظاف على نظافة جسدي و ملابسي و المكان الذي أجلس أصلي فيه من هذه النجاسات التي تكون مستقدرة شرعا و تمنع من صحة الصلاة و نحوها النجاسة تنقسم إلى قسمين نجاسة عينية و كذلك نجاسة حكمية و ما نقصد نجاسة عينية و نجاسة حكمية الآن نقول الأستاذ يقول نجاسة عينية و نجاسة حكمية و ما يعني نجاسة عينية و نجاسة حكمية أو ستركز معي نذكر بعض الأمثلة حتى نعرف ما الذي نقصده من هذه النجاسة العينية ركز جيدا في هذا الكلام حتى تستطيع فهمها نجاسة عينية وهي التي لا يمكن تطهيرها مطلقا لأنها نجسة في ذاتها و من أمثل أمثلتها البول والغائط والكلب والميتة أجلكم الله هذه كلها بعينها نجسة لا أستطيع تطهيرها كلها لا أستطيع يعني لو وضعت عليها الماء لمدة 24 ساعة هي بعينها نجسة يعني لا تكون نظيفة البول والغائط والكلب والميتة لا أستطيع تنظيفها و إبعاد النجاسة عنها هي بنفسها نجسة هي بذاتها نجسة هي تنجس الأشياء الأخرى إذا وقعت فيها أو أصبحت فيها فهي بعينها نجسة بعد ذلك نركز و نستمر في التركيز أبطال مهم جدا عرفنا النجاسة العينية قبل قليل أشرنا إليها و بينا النجاسة العينية و هي مثل البول أو الغاطة جلكم الله هي بذاتها نجسة لا يمكن أن تكون نظيفة و طاهرة هذه نجاسة بعينية بذاتها نجسة الثاني حكمية يعني الكلمة صعبة بس إذا عرفنا المعنى تكون سهلة لنا إن شاء الله و هي الأشياء الطاهرة التي تغير لونها أو طعمها أو رائحتها بشيء نجس نلاحظ التي تغير لونها أو طعمها أو رائحتها بشيء نجس هي أشياء طاهرة يعني هي من الأشياء شيء نظيف أنا دائما أستخدمه مثل مثل الثوب لو جاء عليه البول أو النعل إذا ديس به الغائط أجلكم الله و الماء إذا مات فيه حيوان وتغيرت رائحته هذه حكم نجس يعني مثلا الثوب هذا اللي أنا لابس الحين لو جاء عليه نجاس هو ثوب طاهر ما فيه أي مشكلة لكن جاء عليه بعض النجاسات أصبح نجس هل يكون نجس دائم و خلاص رميه في زباله لا لا يستمر أقوم بتنظيفه إما وضعه في ماء أحذر وعاء ماء كبير وأقوم بوضعه في الماء وتغطيته بالماء ثم عصره حتى تزول النجاسة أوضعه في سلة الملابس وأقوم بغسله بغسالة الملابس وأهلي يقومون بغسله وغسالة الملابس بعد أن ينظف يرجع إلى حالته و يكون طاهرا بعد أن كان نجس نجاسة حكمية إذن هذا هو الذي نقصده بالنجاسة الحكمية كذلك لو مثلا وقع على لو وقع مثلا لدينا هنا بعض هذه النجاسات لو وقع على هذه الطاولة هل تصبح الطاولة نجسة ولا أستطيع استخدامها وأقوم بإبعادها و رميها لا أقوم بتنظيفها أقوم بتنظيف هذه المكان الذي وقع عليه النجاسة بوضع بعض الماء عليه فقط أقوم بوضع بعض الماء ثم أقوم بإحضار من شفاء أو فوطة وأقوم بتنظيف المكان الذي امتلأ بهذه النجاسات بعد أن ينظف يعود المكان طاهرا وتزول منه النجاسة الحكمية التي ذكرناها قبل قليل إلى هنا يا أبطل أكون وصلت إلى نهاية حديثي في هذا الدرس شكرا لكم على الإنصات والاستماع والمتابعة ألقاكم في دروس قادمة إن شاء الله تعالى حتى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته